تهديد ايران بضربة مرتقبة ضد اسرائيل يبقى الملف الاول على طاولات الترقب الاقليمي والدبلي فالتوترات تتصاعد في ظل تبعات الضربة الاسرائيلية الاخيرة على طهران وقبلها اطلاق الصواريخ الباليستية الايرانية تجاه تلعبيب وفي العراق يتعظم القلق من تحول اراضيه الى ساحة صراع في صراع لا ينتهي افترفض بغداد زج البلاد في نزاعات وتصفية حسابات تتجاوز سيادتها وتهدد استقرارها وتتزامن تلك التطورات في ظل حرص الحكومة العراقية على عدم تحول العراق الى ميدان حرب محتملة خاصة مع تزايد التقارير الاسرائيلية والامريكية التي تحذر من احتمال شن اسرائيل ضربات داخل العراق في حال استخدمت اراضيه منطلقا للهجمات على تلعبيب ومع تعهد ايران بوضوح عدم شن اي هجوم على اسرائيل من داخل الاراضي العراقية فان بغداد رسميا تأخذ اي تهديد بالنسبة للوضع العراقي بجدية من اي طرف كان وهي على تواصل على مختلف المستويات مع الجانب الايراني بهذا الشأن بالاضافة الى سعي بغداد تثبيت ذلك الموقف في اطار الاتفاقية الامنية مع واشنطن يضاف الى ذلك ان العراق قد اوفى بجميع التزاماته تجاه طهران خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود المشتركة وابعاد فصائل المعارضة الايرانية من اقليم كردستان ودعت هذه التحركات الدبلوماسية وسط تصاعد المخاوف الامنية ولسيما بعد ان اتهمت ايران المقاتلات الاسرائيلية باستخدام الاجواء العراقية ووسط هذه التحركات المتسارعة تشدد بغداد على موقفها في الحفاظ على حيادها رافضة ان تكون جزءا من اي تصفية حسابات اقليمية